يقوم أحد فنان الوحات وهو الفنان أحمد وهبة بتصدير رمال الصحراء إلى مختلف الدول الأوروبية والعربية من خلال لوحاته الفنية التي تعبر عن موروثات وتقاليد سكان الوحات أكثر من ثلاثين عاماً قضاها فنان الوحات أحمد وهبة في تصدير رمال الصحراء إلى مختلف الدول الأوروبية والعربية من خلال لوحاته الفنية التي تعبر عن موروثات وتقاليد سكان الوحات وهبا أكد أن بدايته في هذا المجال كانت بالرسم بالفحم والجواج لكن حرصه على تنمية موهبته في الانفراد بتقديم منتج فني فريد من نوعه جعله يستخدم الرمال في رسم لوحات فنية من مكونات البيئة لوحات كلها من الوحي الطبيعة عندنا في الوحات هي عملية توصيق للحياة الوحاتية أنا وصقت كثير جداً في الحياة الوحاتية من خلال ضروبها وغروض الرمل بتاعتها والنخل والرعي الغنم والحياة الكده بس طبعاً فيها حاجات لسه ما لسه ما تسجلتش هذه اللوحات الفنية الفريدة التي جسدت مختلف الأماكن في الوحات والكثيرة من العادات حرص عدد من الشخصيات الفنية العربية والأوروبية على اقتنائها ومنهم الفنان الأمريكي روبرت دينيرو خلال زيارته الشهيرة للوحات في عام 2009 بانزل بجيب الحجر اللي أنا أسمعها هي وبعدين الحجر ده لازم يبقى حجر رملي وحجر رملي صريح لونه صريح ما يبقاش فيه خلط لأغلب الحجر دي بقى فيها لونين ثلاثة مع بعض لا أنا بجيب قطعة لون محدد يعني الأحمر أحمر الأخضر أخضر الأصفر البني البرتقاليات اللي هنقولها الأورانجة والحيات دي كل الحاجات دي أنا مجمعها عندي معادة اللون الأزرق ده مش موجود في الطبيعة على الأسر في يعني بنحاول نستعيد بيب حاجات في الخلفيات تحت اللوحة نحن بدأ متبقى أبيض بيور كده بنجيب الحجر بندهن أول وش بالأبيض وبعدين نعمل تعكيرة في السماء كده خفيفة من خلال الرمضيات والأصفرات والأورانجات والحيات دي وبعدين نلمع عليها الرملة البيضة فبيعمل دمج في الألوان وتلقى فنان الواحات أحمد وهبة العديد من التكريمات حيث التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من معرض وتحاور معه عن فنه الفريد كما شارك في معارض تراثنا وديارنا ومؤتمر المناخ كوب 27 إضافة إلى مشاركته بمعارض خارج مصر ترجمة نانسي قنقر